السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة معلومة فيدى نهاردة نقدم لكم موضوعا فوضع البكدونس البكدونس يخلص من الوزن الزائد البكدونس يخلص الجسم من السموم البكدونس يخفض الوزن البكدونس يطرد السموم من الجسم البكدونس مفيد لصحة الشعر ويحمى الشعر من التساقط ونقدم لكم طريقة تحضير البكدونس لكي نستعمل الله كريم والسلام عليكم الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل تعلم ماذا يحصل في الجسم عند تناول البكدونس وكيفية تحضير منقوع البكدونس 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 من النبات التي تنتشر زراعتها في معظم المناطق وفي الحدوق والبيوت فزراعتها لا تحتاج إلى الكثير من الجادة والتعب واللوازم ويحتوي نبات البكدونس على الفيتامينات مثل الفيتامينات A و C و K والأملاح المعدنية مثل الحديد والكاليسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم ومضضات الأكسيد المهمة مثل حمض الفليك وينصح بجعله في قيمة المشروبات اليومية سواء كان منقوعا أو مغليا فوائد تناول البكدونس يستخدم البكدونس بشكل كبير في المطبخ كنوعا من التوابل سواء بشكله الطوزج أو المطحون بعد تجفيفه ليكونها كالبدرة بالإضافة إلى ذلك فإن للبكدونس الكثير من الفهد الصحية والعلاجية سوف نبينها لكم في النقاط التالية بمشيئة الله تعالى أولا فوائد البكدونس للتخلص من الوزن الزيد والحصول على الجسم المثالية فالبكدونس يفيد في إدرار البولة وبالتالي التخلص من السوائل التي قد تتجمع بالجسم بسرعة كبيرة ومن الأفضل شرب منقوعه ثانيا فوائد البكدونس لترضي السموم من الجسم من خلال طرحها في البولة وتفتيت الحصر الذي قد يتجمع في الكلة وبالتالي تسهيل عمل الكلة وزيد كفاءتها في تصوية الدم وقد تم اكتشاف فعلة مغلية البكدونس للكلة منذ قديم الزمان حيث تم وصفه من قبل الأسيويين ثالثا علاج أمراض القلب والشرين من خلال حومض الفوليكا الموجود فيه وهو يقلل من الحمض الأمنية هوموسيستين الضار بالقلب والشرين كما أن البكدونس يعمل على خفض الكوليسترول الضار في الدم رابعا تقوية رابط بصيلية الشعر مع فروة الرأس مما يحمي الشعر من الكثير من الأمراض من أهمها تسوق الشعر ويمكن لاستخدام مغلية البكدونس وخلطه بالخلاطة الكهربائية ثم وضعه كمسك على الشعر لمدة ساعة خامسا تحسين البشرة وعلاج المشاكل التي قد تعاني منها مثل حب الشباب والنمش والبقعة الداكنة والسوداء فالبكدونس يعمل على حماية من التأكسد وبالتالي تقليل الظهر التجعيد بسبب غنه بفيتامين سي ومضضوط الأكساد ويتم ذلك من خلال تنظيف البشرة بخلط من مغلية البكدونس وخلط تفاح سادسا حماية الجسم وقايته من الأصابات من أنواع السرطانية المختلفة سابعا تنظيف الجسم من السموم حيث أنه يعمل على تطهير منطقة المثانا كاملة ثامنا تحسين وظيف الجهاز الهضمي وتحفز عملية الهضم وتنشط لمعه وحمايته من التشنج تاسعا زيادة قوة اللثة والأسنين وحمايته من الأمراض عاشرا فوئد تناول البكدونس للتخلص من رائحة الفم الكريه من خلال مضغه ثانيا كيفية استخدام البكدونس أولا مغلية البكدونس يتم مغلية الماء ثم وضع البكدونس المفرومة فوقه وتركه ليغلي المد الدقيقتين ثم يشرب ثانيا منقوع البكدونس يتم تعذير منقوع البكدونس من خلال غلية الماء ثم سكبه على ضم من البكدونس وتركه لمدة تقل عن ساعة ثم تناولها يا ربي يا ربي موضو يا ربي فيديو البكدونس يكون عجبكم مش تنسوا تشتركوا بالقناة مش تنسوا عمال الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته